المبرر الأردني أنا يعني قادر أتفهمه لكن أيضا الخطورة في الذهاب هو نحن نمنح شرعية لعملية نحن ندرك سلفا بأنها ستأكل الأخضر واليابس ستزحف على لآة الملك الثلاث الخطوط والحمر نحن نعرف ماشي بهذا الاتجاه ومقولة الموقف الرسمي وأنه هنا ليس نتعليقا على صديقي مع المهندس لكن الموقف الرسمي الذي سمعته هو بأننا لا نملك أي خيار آخر لا نستطيع أن نقول لا للولايات المتحدة الأمريكية نتلقى هذا الحجم المساعدات هذا المبرر الذي يتم توظيفه على اعتبار أن أردن وكأنه لا يمكن أن يتكي على هذا الوضع العربي الهاش هذا كله صحيح بالمناسبة لكن إذا كنا نحن لا نستطيع أن نقول لا لورشة بسبب هذا الوضع كيف يمكننا أن نقول لا إذا جاء الشق السياسي ووضعت المليارات بجهة والمساعدات بجهة وتخلى عنا الأقليم العربي هل نقبل أن نصف القضية الفلسطينية على حساب الأردن هل نقبل أن نحول الأردن إلى وطن بديل هل نقبل أن ألعب في ورقة اللاجئين إلى آخره هذا السؤال أنا بتقديري أنه اللعبة النهاية اللعبة بالنسبة لي وأرجو أن أكون مخطئاً أرجو أن أكون مخطئاً بأنه هي نهاية الدولة الأردنية التي نعرفها الدولة التي تربينا فيها هذه بآخر خلينا نحكي أنا من جيلي يعني أطالع وبعالي المهندس أكبر مننا طبعاً هذه الدولة ستختفي التي نعرفها سيكون هناك شكل آخر بفعل ومفاعيل التصفوية غرب النهر التي ستجري إن كنا نحن لا نستطيع أن نقول لا لورشة كيف يمكن أن أبيد أنه في مساعدات دائماً طيب بكر يحكونا نفس الموائي يطلعنا رئيس وزراء أردني قد يكون عمر رزاز وقد يكون غير عمر رزاز ويقول يا أردنين أنا ما في عندي قدرة أن أحكي لا للمنطق الموازين القوى لا تسمح لي أنا عندي مشاكل اقتصادية عندي مشاكل معاشية ومشكلتكم معاشية ومشكلتكم اقتصادية فعلينا أن نقبل بما يقبل به الآخر طيب يعني نظلي بنفس المنطق هذا السؤال طيب والشيء الثاني ماذا نكسب من هذه المشاركة يعني أنا دائماً أسأل نفسي السؤال عندما تشارك في أي عملية سياسية ماذا تكسب يعني هل هي ضمن استراتيجية أردن في شراء الوقت لعل ترامب يذهب فيه مثلاً فيك بعد عام بعد سنة ونصف من الآن وتنتهى للعملية يعني لم تقدم بهذه الطريقة ثانياً المشاركة يا صديقي حلقت فجوة من الثقة بين الشعب الأردني ومؤسساته لأنه عندما يخرج رأس الدولة ويقول لا للوطن البديل لا للقدس لا للتوطين لا كله اللاءات هذه وعندما يقول لكوشنر بأنه غير ملتزم بالتمثيل وترتفع سقط التفوقات عند الأردنين وتذهب كل الفعاليات الشعبية والسياسية والمستنرة في الأردن وتقول لا لورشة البحرين ثم نذهب يعني هذا السؤال طيب كيف يمكن للأردنيين مرة ثانية أن يثقوا بأي تعهد على أي مستوى في الأردن؟ يعني هذا السؤال يعني هذا أحد الخسائر في المشاركة بأنه إذا كان هناك فجوة في الثقة بين الناس والحكومة الآن الفجوة تقريباً يعني وصلت إلى حد لا يمكن ردمها بهذا النهج وبهذه الطريقة في إدارة السياسة الخارجية والسياسة الداخلية ترجمة نانسي قنقر